بناتنا اللي مشرفيننا الحقيقة بطلات النادي الاهلي حقيقة يمكن خليني أبتدي بهانا جودة الصاعدة الوعيدة اللي تقدر تراهن عليها عشر سنين جايين وانت متطمن واحدة من الأسماء اللي تقدر ترفع قصف مصر في رياضة تنس الطاولة في كل البطولات وفي كل المحافل الدولية هانا جودة بطلة تنس الطاولة فازت بجيزة فاطمة بنت مبارك أر لرياضة المرأة النهاردة طبعا كان في احتفال استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي حفل تم تكريم فيه مجموعة من الفائزين والفائزات بالنسخة السادسة من جايزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لسنة عشرين اتنين وعشرين والحقيقة يمكن يعني الشيخ نهيان بتزايد النهيان هو اللي قام بتسليم وتكريم الفائزين بالجوائز طبعا هو رئيس مجلس أماناء مؤسسة زايد بن سلطان النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ورئيس مجلس أبو ظبي الرياضي وخلال الحفل ده كمان تم تكريم بنتنا البطلة المصرية الأولمبية جانا فاروق بطلة العالم في الكراتي واللي فازت طبعا ببرونزية دورة العلعاب الأولمبية توكيو عشرين عشرين فازت بجايزة أفضل رياضية عربية من ضمن البطلات العربيات للمكرمات حقيقة بطلة عربية لامعة ومتقلقة في سماء رياضة التنس عالميا طبعا هي أونس جابر طبعا النجمة التونسية اللي فازت بجايزة شخصية العام الرياضية طبعا وده كان تقديلا لمشوار من النجاحات والإنجازات اللي حققتها في معظم البطلات الكبيرة اللي شاركت فيها والاتحاد المصري كمان لرفع الأثقال فاز بجايزة أفضل فريق في العام المصرية رحاب ردوان لعبة المنتخب المصري الباراليمبي فازت طبعا لرفع الأثقال فازت بجايزة أفضل رياضية باراليمبي